موسيقى بالنسبة للمدونة قواعد السلوك ممكننا نعتبرها كانت تتويج لما صار تخليق لعرفته المرافق الأمني فهذه المدونة لقواعد السلوك لأول مرة لأول مرة المدنية العامة تتوفر على مدونة قواعد السلوك خاصة بموظفي وهي عبارة عن تجميع مجموعة من المنصوص ومجموعة من القوانين وتستمد القوة من روح الدستور والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة هذه المدونة لم تأتي من فراغ كان عقب اجتماعات مطولة هنا بمقر المفتشية العامة وبتنصيق مع جميع المديريات المركزية التي شاركتها في صياغة هذه المدونة والتي توجدت الحمد لله بصدور مذكرة مديرية موقعة من طرف السيد المدير العام بإصدار هذه المدونة التي كانت في تاريخ 10 غوشة 2019 يعني هذا المدونة كما يمكنني أن أقول لكم على أنها لم تأتي من عباد بالعكس فهي كانت مطلب حقوقي وكانت كذلك تتويج لكما قد نظر تخليق على اعتبار على أن صدورها كانت تحكمه واحدة سياقات عامة داخلية وخارجية في المثل السياق العام الخارجي كانت استجابة لتقارير منظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي كانت توصي دائما بإعداد مدونة لقواعد السلوك بالنسبة للأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون وفي عين ديالكم على أن الجهاز الأمني فهو جهاز مكلف تنفيذ القانون كذلك تقارير ديال المنظمات العالمية للشفافية مثل ترانسبارنسي أنتيرنسونال اللي كانت توضع واحد تقارير سنوية عن ظاهرة الفساد أو الرشوة بصفة عامة وتوضع مجموعة من القطاعات لتتعرفها الظاهرة لذلك فالقطاع الأمني معني كذلك بمحتوى وبخلاصات هذه التقارير هذا عن مستوى السياق الخارجي بالنسبة للسياق الداخلي كانت توصيات الهيئة الإنصاف المصالحة فهذه هيئة الإنصاف المصالحة كانت خلاصة في الأعمال ديالها على واحد تقرير تقرير ختابي اللي جاء فيه مجموعة من توصيات وكانت توصية أساسية كانت ضبط معنوانة بترشيد الحكام الأمنية فهذه الحكام الأمنية كانت مجموعة من المتطلبات والمقتضيات من بينها الأساسي إصدار مدونة ديالقواعد السلوك بإنفاذ القانون كذلك إعداد واحد برنامج تكويني في مجال حقوق الإنسان واللي الحمد لله صبح الآن يعني الأفواج المتخرجة في المعهد الملكي الشرطة يتلقون دروس تكوينية في مجال حقوق الإنسان وكيف التعامل مع الحريات الفرضية والجماعية كذلك جاءت هذه المدونة لتترجم توجه الدولة المغربية في مجال الحقوق من خلال دسترة مجموعة من الآليات الحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقطع الأمن المدونة هي وثيقة ديال المعايير مجموعة من المعايير الأخلاقية والمثالية التي يفرض أن يتحل بها رجل الشرطة أثناء المزاولة ديال العمل دياله يعني بالمثابة هي الرقيب وهي الضمير الحي المصاحب لرجل الشرطة المدونة فيها مجموعة من المقتضايات التي تتنظم علاقة الشرطي بمحيطه المهني بعلاقة مع الزملاء دياله في العمال بالرؤساء بالطبيق التعليمات علاقة بالجمهور أو اللي فيها بالمواطنين أو المرتفقين والمرتفقين هنا على فئات يقدر يكونوا ضحايا ديالجرائي يقدر يكونوا شهود أو لا احتام مرتكبي الجرائم بحتى مرتكبي الجرائم يعني تتنظمنا العلاقة ديالرجل الأمن مع مرتكبي دائما من خلال استحضار قرينة البراءة والبحث بكل موضوعية وبكل جيدية بأسبيل الوصول إلى الحقيقة كذلك تتعليجنا حتى العلاقة ديال موظف شرطة مع الزملاء دياله مع الرؤساء ديال العمل يعني تتكون هي مجموعة عمل المعايير الميتالية اللي يخصي استحضرها رجل الأمن في أثناء الممارسة العمل دياله اللي بغيت نأكد على لأن المذكرة الصادرة عن السيد الموديل العام بمناسبة إصدار هذه المدونة جاءت بمسألة جديدة أو كرست مسألة جديدة وهي واحد المادة أساسية اللي ولدت تدرس الآن بالمعهد الملكي الشرطة بنسبة لجميع الأفواج والتخصصات كيفما كانت الرصب ديالهم وهي مادة أخلاقيات المهنة الشرطية هذه المدونة القيمة الإضافية ديالها هي أنها تخاطب جميع موظفي الأمن بغض النظر عن صفتهم ورتباتهم ووضعيتهم الإدارة يعني توظف موظف ديال الشرطة وبالتالي ما يبشيش الاتجاه لأنها فقط موجهة للموظفين الصغار أو للرتباء وإنما هي لجميع موظفي الأمن فمفروضة مطبقة على جميع الموظفين فبالأحرى الرؤساء اللي سيكونوا قدوة ومثال لباقي العناصر يعني عندها صفة العمومية وصفة جريد ولا لحتوء لأن هذه المدونة ستصدر على شكل كتيبات صغيرة تنطبعوها لجميع الموظفين وتوقع من طرف جميع الموظفين بمجيب محاضر من أجل أنها استوعبوا المضمون ديالها والتعليمات ديالي فيها وفيها واحد لتجميع ديال المجموعة من المقتضيات القانونية والإدارية والمناشر اللي كانت سابقا واللي حاولت هذه المدونة أنا أتلخصها في مجموعة من الفصول اللي يسهل الإنس بها والاسترشاد بها في العمل الأمني قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية